دايماً لازم تميزوا كلامي ان انا بكلم عن اللي عايزين يدخلوا الجنة الى الفردوس الاعلى اللي عايز يدخل الجنة اما اللي عايز يمشيها اي كلامه خلاص وحر لكن الناس اللي عايزين نأخذهم في طريق الى الجنة يبقى لما يجي يتزوج بيبحث عن ام لاولاده الزوجة دي او البنت دي اللي انا بختارها اللي انا رايح يشوفها تنفع تطلع لنا امير للمؤمنين العيلة دي ابوها دا وامها دا وامها دي اخوها دا هيبقى خال اولادي واختها دي هيبقى خال اولادي البيت دا هينفع ان زوجتي احيانا تروح تقعد فيه ليلة وليلتين وتلاتة معا اولادي يعودوا فيه ويسمعوا ويشوفوا اللي موجود دا هذا حالة الاختيار شفت فين اتنين الزوجة نفسها لما تحمل ازاي بطن الام اول محضن تربوي للطفل هذه البطن سيسقى فيها دين وبعدين هيرضع دين واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه قلنا ان الرضاع امر فطري فالامر الشرعي بقى ارضعيه يبقى مناطه شيء اخر وبعدين الام بقى اللي الطفل في حجرها هيسمع منها ايه واعينه اول ما تتفتح عليها هيشوف منها ايه والبيت دا هيبقى شكله ايه هو دا الطفل السوي اللي احنا بندور عليه